موسيقى الحقيقة علامة من علامات التلفزيون المصري عاش نتكلم واحد يعني عاش في محراب الفن عاش قدم كل ما يمكن أحد أن يتصوره من فكر وإخلاص وجهد ونال احترام كل مشاهدين قدر يبقى ليه مشاهدين بالملايين دون أن يكون هناك إسفاف ودون أن يكون هناك أي شيء من التي يبحث عنها النهاردة ناس بتليه بمهور أو بتليه بمشاهد بأي حاجة بأي موضوع بأي حكاية لفظ واحد ما تقلش عايز أتكلم على الراحل فاهم عبد الحميد قاله أستاذ فاهم عبد الحميد المخرر الرائع واحد من اللي هو عاش ومات في شهر رمضان وهو واقف على رجليه وهو بيشتغل عمره ما حد سمع لكلمة عمره ما حد سمع لأي حاجة واحد فعلا كان بيشتغل في الـ 24 ساعة 24 ساعة أنا يعني شفت ده بعنية واحد قدر يدخل لتليفزيون المصري يعمل علامة 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 يعني عملت علامة في ولدان المصريين فوزير رمضان اللي قدمها قدر ينقدم حاجة جمع عليها كل المصريين ما فيهاش كلمة ما فيهاش خدش الحياة تقدر تتفرل عليها وولادك وأحفادك من غير ما تحس أنك أنت متدايق قدر ينقلنا من خد الرواقع ألف ليلة من الإزاعة اللي احنا ارتبطنا بيها بالصوت بالأذن خلانا نسمحها ونشوفها والإبداع اللي عمله فهم عبد الحميد ده سبق عصره قدم الخدع السينما الخدع اللي احنا بنشوفها في السينما هو كان اللي هي بدلوقتي يبقى فيه الهزة بتعمل الكلام ده كان هو عشان يعمل أي خدع من دي ولا حالة كان ممكن يعمل اللقطة اللي بنشوفها 30 ثانية ممكن يشتغل فيها 6 ساعات صبر إيه ورمال إيه ودأب إيه قدر فهم عبد الحميد ده يعمل مدرسة مدرسة في الاحترام المشاهد مدرسة في الفن الراقي مدرسة في كل شيء يمكن نفتقدها قدم لنا اللجوم كتيرا جدا شفنا نيلي وشفنا شريهان وشفنا بقى في ألف ليلة وليلة حدث ويعني كل النجوم شفناها مع فهم عبد حميد عيشنا مع فهم عبد حميد وعيشنا سنين طويلة جدا وإحنا بنشوف الفن الراقي حجات دي ما بدأش راح الفهم عبد حميد عن حياتنا إنما عماله ستبقى وحيبقى هو واحد من رواد التلفزيون وواحد من علامات التلفزيون المميزة كان عامل فريق عمل رائع ودمير جدا هو كان مخرد طلق الأستاذ صارعة العالمي مدير إضاءة المهندس نبيل سليم مهندس دوكور آمينة المعداوي كانت مديرة الإنتاج فريق عمل هائل 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 يعني الحاجة اللي قدمها لنا فهم عبد حميد الحقيقة قبل برضو بنمشي قدم لنا يعني أولاده الثلاثة وائل ومحمد ولمياء وائل ما شاء الله قعد اشتغل مع ولق اللح فهم عبد حميد واشتغل معه مساعد مخرد وبعد كده تولى الإخراج وعمل أعمال مميزة كثيرة لدن ووظيف النهار دواء لفهم عبد الحميد وقدم لنا كمان لمياء فهم عبد الحميد العالمية المتميزة ومضيوفي وانتظرونا بعد عشر دقيقة من دلوقتي معاهم حنقدر نتكلم على حاجات كثيرة لدن واحد من الذين أعطوا لرمضان وأعطوا لحاجة علامة مميزة وعلامة شهيرة لدن اسمها فهم عبد حميد العظماء لا يمتون احنا كلنا احنا كله بيروح ذكرى اللي عمل حاجة كويسة حتبقى حتبقى وإحنا شفنا جون كتير قد ايه شفنا حاجات كتير عايشين بنا وهم ماتوا بقالهم سنين طويلة رحمة الله على الجميع يعني قدموا لمصر حاجات عظيمة جدا عايزة ابتدي النهاردة من بس عايزة أفتك ناردة تسعة وعشرين يونيو كلها نص عشر دقايق ولا خمس دقايق دبقى في نص الليل ونبتدي تلاتين يونيو محدش كان قادر يعرف زي دلوقتي زي الساعات دي من دلوقتي من سنة فاتت ما كانش فيه حد في العالم كله ولا في مصر يعرف ان خلال ساعات سيتغير وده التاريخ في هذه المنطقة لان كان المنطقة دي معمول لها حكاية ومكر ومكر الله والله خير المكرين كان معمول لها حكاية انما الشعب المصري خلال الساعات القادمة السنة اللي فاتت ما كانش حد عارف انها ساعات خلال ساعات بس غير وده التاريخ في تلاتين يونيو سيبقى هذا اليوم فارقا ما يؤرخ لها ما قبل وما بعد تلاتين وعشرين يونيو كان حكم الإخوان تلاتين يونيو كان حكم الشعب المصري غير كل حاجة غير كل حاجة وإن شاء الله الأفضل داي إن شاء الله عايز أروح بس لغاية البرازيل وعايز أقول لمنتخب النزاير والله وعملوها الرجالة الحقيقة وصلوا يعني قدروا ان هم يوصلوا يعدوا من دور التمهيدي تكون لعبوا فريق رجالة بحقيقة وحقيقي وأنا هم بكرة حلعبوا مع ألمانيا ويقدروا يعملوها الرجالة تانية مع ألمانيا بكرة ما نستغربش وما نخافش نقدر نعمل ده نقدر نعمل ده وإحنا شفنا منتخبات محش واو قوي نهار دا المكسيك كسبانا هولندا لغاية فاضل دقتين ويعني مش عايز أتكلم بقى إن حكم الدقيق إنما أنا عايز أقول يقدروا يقدروا نقدر نقدر بكرة إن شاء الله مع ألمانيا يقدروا يعملوها الرجالة تاني يعملوها تاني وليه لأ يعني أيا كانت الأمور وليه لأ بس الدزائر ما شاء الله منتخب يعني كل التهنئة لمنتخب الدزائر وللشعب الدزائري الشقيقي الحياة على الأداء الهاي إن بارح كان أهلي وزي مالك بيلعبه طبعا ملعبه فقط صعب جدا كاس العالم وبعدين كالعادة يعني طبعا فيه فرق كبير جدا يعني عامل زي لما بيبيب أفلام السينما الصمتة والأفلام بتاع دلوقتي أي فيلم من الأفلام الأمريكاني دلوقتي تحط بتاع السينما الصمتة ومع دوله كده كانت كده الأداء القالي يعني إمبارح قدر يقدم مجموعة من الشباب الصغير أثبته وجودهم عايز بس أقول جزء من الإشكالية اللي موجودة في فريق الزمالك فريق الزمالك على فكرة مجموعة اللعيبة اللي موجودة فيه كويسين بدا ويعني كمهارات وكرة وسن صغير وكل المواصفات إنما اللاعب ده اللي بيلعب في فريق كبير زي الزمالك وبعدين يسمع إن الفرقة تعاقده مع 13 واحد جاي لا 13 دي فرقة 13 واحد يعني فرقة ده التاني طب إحنا فين؟ ده السؤال يعني الأمور في الحاجات دي ده جزء من القضية إنما في الأول وفي الآخر هي العبرة في الأداء بالملعب بأداءك في الملعب باللي تقدر تديه في الملعب انبالح الشباب الأهلي في الملعب مع الكبار اللي موجودين أحمد فتحي وإكرامي ومحمد نجيب وكل بيلعبوا هم بيلعبوا كل التوقعات في مصر إن الأهلي رايح يشيل شيلة حيركبوا على اللون بتاعه عداد يعني حيشيل حيشيل يعني ففي الآخر يعني بالعكس لا مبارك ويسة الشباب لا يعني بالنسبة لنا يعني عشان الخطر ما حدش تصور إنه أنا بقارن هنا ببرا إنما ده قدروا إنما في الأول العبرة بالأداء العبرة إنك أنت بالروح أنا النهاردة في أي عمل مش في الكورة بس مجبودك وأداءك وتفكيرك وإخلاصك وكلام ده كله هناك شيء ما فيه موجود النهاردة حتكتهد ربنا حيديلك حتبزل جهد ربنا حيوفقك إنما أنت عايز حتفكر على اللعبة على الواقف الماتش كان انتهى بجون واحد والزمالي كان يعني من نران صديقة واحد من خط الدفاع اللي حطت الكورة في الجون ده وارد يعني إنما في الأول وفي الآخر الأداء بتاع شباب الأهلي ينبقى النهاردة إننا ممكن الشباب ده نهاردة يعني يمكن يبقى فيه حالة كويسة في الله كل الناس كلها كانت متوقعة أن يحدث الحكس إنما في الحياة مفيش أي شيء مضمون في الحياة لا يولد شيء مضمون ولا يولد شيء يمكن أنت حتبزل جهد على قد الجهد اللي حتبزله ممكن تلاقي ممكن تلاقي النتيرة والأداء باللي حصل ده مبروك لشباب الأهلي هذا الأداء يا رب بقى ما يدمخه ما تدخنش يدروا يكمله كده على طول لأن احنا محتلين بقى لعيبة بقى ومحتلين عشان نعمل منتخب لأن احنا ما ينفعش كده ما ينفعش ما ينفعش إننا نبقى عاديين كده كلنا التسعين مليون في المقاعد المتفردين كتير بالنتفرد على اللي بيحصل بره وبعدين شوفوا مبارح أو الأول مبارح أداء منتخب النزاير يعني العيبة عايزة تكسب بدأ من أنت عايز تكسب حتكسب بزله وجود غير عادي ولعبه مبارك كبيرة جدا يعني هي دي الرجولة زي ما بقولك والله وعملوها رجال محتلين بقى النهاردة شبابنا موجودين في الآله وفي الزمالك وفي اسماعيلي والمحلة وفي اسموحة وفي كل الشباب ده نقدر نعمل منتخب لأننا احنا محتلين نردع تاني نربع الخريطة ننعيب كده قوي ده بما يخص الكرة في موضوع ثالث اللي هو الموضوع بتاع فيه التحالف اللي بيسمي نفسه تحالف دعم هو تحالف وانا رأيه هو اسمو تحالف دعم الارهاب هو يعني الشهير بالشرعية هم كل يوم يطلعوا يحطوا حالات كتيرة كده وتصريحات وانا ضد نشر هذه التصريحات وانا ضد نشر كلامهم وضد اي حالة بترود ليهم انهم هم بيتكلموا انهم يعني معنى الكلام بتاعهم ان يوم ثلاثة يوليو بيقولوا ان الناس حتنزلوا بس الدور ده النازلين معاكم كسر رخام ومعاكم اللي توفوا معاكم رصاص ومعاكم خرد ده ايه ده هو فيه ايه طب النهاردة زي كان هذا الكلام مكتوب على المواقع بتاعتهم حالات كتير انا مش عايز اكرارها لان انا مش اشارك في فكرة الترويج لهؤلاء الارهابيين دي نمر واحد ودولة النهاردة المفترض ان اي واحد بيصرح باسمه الحاجة المفروض يتقبض عليه لان ده النهاردة بيحرد على الاتل وعلى كل شيء نمر اربعة نفس الاخ عمر حمزاوي اللي بيكون يوم هارينة بالدموقراطية دموقراطية يا كابتن ولا ايه مش فاهم انا حد يقول لنا يعني او يقول لنا الاخ حمزاوي اللي هارينة بال في الموضوع الديموقراطية فانا النهاردة كاتبيني بقول لك هتنزل يوم ثلاثة يوليو وحتنزلوا في اماكن معينة وعايزين النهاردة يبقى في ناس ثانية نزلزل معارفش فين ويبقى تضرب ايه ولو حصل ايه يعمل ايه وكلام انت نازل انا يعني عايز افهم دعم ايه شرعية تكلمون عنها يعني انت لا لا انت انتو فاهمين بعد تلاتين يونيو اللي احنا في ذكرها اللي هي ليلتها خلاص احنا دلوقتي تلاتين يونيو لنار دلوقتي دلوقتي اراد دخلنا زي ممكن ساعة اتناشر احنا في تلاتين يونيو دلوقتي تلاتين يونيو دي اتبا اقول غيرت غيرت كل حالة كانت طريق المنطقة دي كان لها حدوتة مرسومة اتغيرت كل ده في تلاتين يونيو بعد شعب ما طلع والله ما انتو الشعب ما النظام اللي كان موجود اللي هو النظام الاسبق اللي هو النظام مبارك كان موجود والشعب طلع اسقطه ما حدش عال شرعية ليه نمرة واحد نمرة اتنين انت النهاردة لما طلع اللي في تلاتين يونيو دي وقلت ما هي هي نفس الحكاية انما انت لقى رافض وبعد يتعمل دستور ورافض وتعمل انتخابات رياسة ورافض من انتم انتم مين يعني انت طب في ايه وبعد انت لما تنزل النهاردة عشان تحتك وبعد لما تحتك بالشرطة يري عيولك النهاردة ودي ودي عشان خطر زي البنت اللي كدت طلعت كدتتكلم معايا وتقول لي اصلا ماتوا في ربعة اللي ماتوا في ربعة اللي موتهم المرشد وصفة حلازي والبلتاري اللي كانوا بتكلموا عن اللي قاعد هنا اللي قاعد في المكان ده احسن ما يروح يعمل عمرة الذين كانوا يتكلموا ان هذا هو النهاد اللي كانوا يجبين عائلة صغيرة وقالك مشروع شهيد اللي اقنعوا الناس وبعدين اول مددتك حكاية الفاس وعد في الراس ليريو ويسبوهم رغم ان الشرطة مبلغوا من قبلها بيوم فضوا وطلع الناس كتير يددا من المتاع النهاردة اللي نزلين بقى يوم تقول لو حينزلوا بحقه حقيقة لما تنزل وتموت لما انت هتستخدم الملتوف وبتاعه وتستخدم الرصاص وتموت هتردع تسرخ تاني ولا انتم بيقدموكوا وقود علشان خاطر تبقى فيه معركة ويبقى فيه شرطة والدورة البوليوسية دا حدوتها بقى دم تقيل والشعب كرهكو والشعب مش ناقص والناس عايزة الدنيا تتحرك عايزين يشتغل بقى عشان خاطر ننتج بقى الظروف انتم شايفينه عاملة ازاي انهم مش عايزين هم ما بتدوروش على بلد هم اهداف رماعة هم مهموش البلد ما هموش ملايين الشعب ما هموش اي حاجة هو همو انه هو اللي يحكم والرماعة وياخدوا بقى البلد ويقطعوا حتة يدوها الغزة ويقطعوا حتة يدوها للسودان ويقطعوا حتة يدوها اللي ما عرفش الألان وهو بيقولك انا النهاردة تصدف مصر يعني دا المرشد السابق اللي كان بيقولي الكلام دا تصدف مصر مصطفى عاكف هم مهموش وولاء الرماعة مش ولااء الوطن حكاية غريبة ردا بدا بدا يعني الأستاذ أحمد عبد الرحمن المصري بيقولي كل سنة وانت بقى الف خير ياسر بيقولي احترامي الشديد لحضرتك يا أستاذي وقالي أراك وصراحتك وحبك وخلاصك وبعدين مكامل لبقيت الرسالة يعني بعتذر ياسر مش حاضر أراها لأنها فيها يعني إشارة لحد وفي الأول وفي الآخر زميل يعني إنما أنا عايز أقول على حاجة الناس للوقت بقى تفهمانا وأي حد النهاردة طالع لسه بيغل ولوه بيغل بقى وعن بقى الأول نهاردة ما أنا مش قاد رفهم برضو إحنا نخلي بالنا إن إحنا بتادي تظهر حالة من كام يوم في قناة من القنوات برضو دايبين بنت من اللي كانت بتشسم بتقولي قدس ياسكت حكم العصقر من اللي كانت راح قدام وزارة الدفاع وعملة مشكلة وعايزة يعني دايبين أضيفة ودايبين حد أصاد ده في قناة من القنوات ففي دلوقتي حالة غريبة جدا وبعدين عملين يستضيفه أنا معرفش يعني فيه حالة كده تحس إن فيه ناس مصممة إن يكون فيه مش عايزين البلد تستقر مش عايزين البلد تتعمل أي إعلام يبقى يتماشي في السكة دي الناس عارفة دلوقتي هي الفكرة كلها أنت بتعلم الناس الناس عرفت خلاص أنت وقعت من ذاكرة الناس فإحنا مش عايزين نقفة يا أستاذ ياسر قدام الحجدية لأن دلوقتي أهلينا في كل حتة في القرى وفي النجوع وفي الكفور فهمين كويس قوي 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 كل حاجة الأستاذ عبد الحكيم رمضاني بيقول لي تابعناك كثيراً سيد إبراهيم وأصبح لك الأمور في الدزائر فأشكرك وبقول لك أستاذ عبد الحكيم مبروك ليكو مبروك منتخب الدزائر ورب بكرة إن شاء الله بكرة الاثنين ألمانيا ماتش ألمانيا ليه لا ويعملوها رجالة تانية إن شاء الله نكسب إن شاء الله ألمانيا الأستاذ محمود نبيل بقول لي كل سنة طيب أنا بقى عشان خطر إحنا طلعنا متأخرين نطلع فاصل عشان نستقبل الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد والأستاذة لمياء فهمي عبد الحميد لأن النهاردة إن إحنا نتكلم عن العملاق فهمي عبد الحميد مع أولاده ومع ذكراته اللي فاتت بكلها ومع الرجل اللي عمل علامة مميزة لشهر بقت حجب مركبة مسجلة بشهر رمضان فوزير وألف ليلى يلا حد